كي بدأ الفيلم دينا نهار تزادت فيه ستيلا لما كانت كيف اي مولود ستيلا تزادت بشعر نصوك حلو نصو بيض وقع الناس يشوفون فيها وهم مستغربين كبرات ستيلا وكان رأسها قاسح بثاف حتى مع امها اللعيات تشرح لها بالاسمية ستيلا مشي كرويلا هذه اسمية الشخصية الثانية الخايبة التي تخرج لها مرة مرة دخلت ستيلا للمدرسة ومها هدرات معها بالعقل ووصتها لتتعامل مزيد مع الدراري وتبقى بشخصيتها الطبيعية ستيلا حاولت تكون زوينة مع أصحابها والتعامل زوين كيف موصتها امها ولكن المعاملة الخايبة هي اللي عملوها بها الدراري اللي يبقى وكي يتنمروا ويستهزئوا بها هي مسكتات لهم ودافعت على حقها وسطهم كاملين وفي وسطها تشي كلهم كانت بنت وحدة اللي تعاملت معها زوين ورجعوا أصحابات وبسببها تصدع الليناد أعطاها المدير انظر في واحد النهار هي كالضرب مع الدراري طاحت ولقات واحد الكلب صغير في المزبالة عجبها وخداته تربيه ويكون هو صديقها دازت الأيام ومازال الحل هو الحل المشاكيل دائما في المدراسة ضايرين بها هذا شيء خلال ملف الدراسة ديالها عامر بالإنظارات والمخالفات وقرروا يجريوا عليها جاءت أمها وقالت للمدير القرار ديالكم جمع الطل حيث أنا اللي بغيت نخرج بنتي من هذه المدراسة إذا لمشي من حققت توصيخ الملف ديال بنتي بدك الشيء الأم خدمت الدكاء ديالها فقط لكي لا يقرر على الملف دراسة ديالها أمها تحضروا الرحيل وشدوا الطريق بالليل لكي يرحلوا للندن وهما في الطريق قلت لها أمها سيأتي عند صاحبتي تعاوني بدم وقفنا على الرجلين في المدينة الجديدة فوقفوا وعطيتها واحدة سنسلة وقلت لها حافظي عليها ومع أمرك تحييديها رأيها ورد للعائلة أمها نزلت من طنوبيل وقلت لها بقي هنا لا تنزلي حتى يأتي بطبيعة الحال لا تسمع الهدرة نزلت هي وكلب ديالها ودخلت لأحد العرض للأزياء بطبيعة كانت حالة في أمها في ذلك العرض حيث هي أصلا مهووثة بالعالم الفاشن والموضة انسات رأسها أمها حتى هجموا عليها ثلاثة ديال الكلاب كبار في مولة الدار فبقت تجري حتى خرجت التسطح للدار ثم شفت أمها وقفة مع شمراء فمشت تجري جهتها حتى طاحت الكلاب خلاوها ومشت وجهت أمها وتلاحوا عليها أمها طاحت من ذلك العلو كله وهنا ستيلا حسيت بالدنب حيث تقول هي السبب تماتت أمها وبقت كتبكي وعاود تبعوها الكلاب فهربت منهم ونقذت في واحد الكاميو وطاحت لها سنسلتها قبل ما تنقذ ستيلا بقت في الكاميو حتى وصلت للوندن وغير وصلت مشت نيشا لواحد النافورة كان الحلم ديالها تمشي لها هي أمها نعسات أمها حتى صبح الصباح وغير حلات عينيها وجهت جوج ديال الدراري وقفين عليها هوريس و جاسبر وكانوا في نفس العمر ديالها وخا بقين صغار طلعوا شفارة ومنين كانوا يتعارفون جاء واحد البوليسي تابعهم فهربوا وحتى هي هربت معهم وخا ما عرفت شنو طاري وعليش هي هربانا وصلوا البلاستهم فين عايشين وتعارفوا كتر وقالوا ليها خاص تخدمي معنا يعني تكون شفارة معاهم هي ما بغتش هذه الحياة حيث الحلم ديالها تكون مصمومة فقالوا ليها ما عندك اختيار من غير تشرد إذا اللهم قبلي فقبلت وأول حاجة بدأت بها هي شعرها فصبغاتوا بشتهنم للعين اللي ديمع عليها ودها 16 سنين وستيلا ودراري كبروا وحتى يدهموا اللعب ديالهم في الشفراء كبر وكانت المهمة ديالها هي تخيط لهم قاع الأنواع ديال الألبسة اللي غدا يحتاجوا بشتركوا بهم في خطاتهم استيلا كانت مرتاحة في هذه العيشة ولكن ديالما تحلموا قد طمحت وصلوا لشيء حسن في حياتها وكانوا ديالما يبانوا ليها لإشهارات دار الأزياء بارونا اللي كانت تحلم تخدم معهم وفي نهار عيد ميلادها فجأة جاسبر بكونت رد الخدمة في دار أزياء بارونا ولكن لم يكنت الخدمة التي تحلم بها قدرت تدخلها الدار ولكن كخدامة ماشيكة مصممة دار الأزياء تصبرات على هذه الخدمة حيط طموعها كبير وهي خدامة ديالما تحاولت تهدر مع المدير لكي تقوله على مهيبتها في تصميم الخياطة ولكن ديالما لا يدهش فيها وفشعت صباته قال لي لها سيتكمل خدمتك وتبقى من وراها تنقي المكتب والمحل كله جلل وبقى تستيلا بوحدتها في المحل فدخلت البيرو ديال المدير ولقى تقرأة الشراب اخذتها وبدأت تشرب حتى لم تبقى تعقل على ما تكدير فتقابلت مع واحد المانكان ومعجباتها الكسوة التي كانت عليها ودارت للي فراسها وصارت فيها الليل كله تبدع وتخرج المواهب ديالها فيها وداها النعس وسط هذه الروينة في الصباح جمعوا الناس على الفضيحة التي دارت وفش المدير كان غادي بها المكتب ديال ويتفاهم معها وصلت لأنيسة بوارونا مولت الشي وغير شافت الدك الشي سهولت على كل صوب هذه الكسوة فقال ليها المدير بالله غير واحد الفضولية و ستعاملنا معها ولكن مولت الشي كان عندها رأي وقالت للمساعدها يعطي الكارت فيزيت لستيلا ويقول لها باللي من اليوم مرحبا بيها ستيللا الحلم حياتها تحقق فمشت كتجري الموعد الذي داروا معها وغير وصلت لقات رسا خدامها بلا كلمة ولا جوج هنا البارونات طلبت من الفارق يصمم لها شي كسوة لتعجب كل شي كيف آخر مرة المصممين كملوا الخدمة وبدأت كدر عليهم ولكن لم أعجبتها أي شيء من ذلك من غير الكسوة التي صوبت استيلا كان خاصة تعديلات بسيطة وصافة من ذلك النهار هم مقربين وكانت هي التي تصمم لها كل شيء التي تحتاجه وفي واحد النهار كانت معها في الدار ورأت في عنقها نفس السنسلة التي تلفت منها وهي صغيرة فسهولتها عليها والبارونات جاوبتها هذه كانت ورثت من العائلة ولكن سرقتها مني واحدة وفي التالي لقيت ما تستاهل وماتت متخايبة قدامي ورجعت لي السنسلة التي هذا ما تعلمنا من أن تهدر استيلا من تم حقدات عليها وقررت انتقم أمها وترجع السنسلة فاطلقت مع جاسبر و هوريس وعودت لهم شنطرة وداروا خطة لترجع السنسلتها وهذا نهار الحفلة لبارونا قلت لهم بالتي تخبيها في خزنة والساروس يكون عند الحارس الخطة الأولى هي تلهي لهم البارونا وهم يسرقون السنسلة والبارونا صعيبة تشتت من انتباهها من غير إذا شاهدت شيء واحدة لابسة حسن منها و تخطف منها الأضواء وهنا قررت ستيلة تكون هي هذه التي ستسرق الأضواء ولكن خاصتها تنكر 100% لكي لا تعرفها فقررت تخرج شخصية كرويلة التي دفنتها نهار ما تتمها نهار الحفلة كانت البارونا دائرة وهو البيض والكحل إذا كل شيء سيكون لابسة غير البيض والكحل وصلت ستيلة و كانت لابسة لابسة البيض و كي تجرر لها الانتباه جررت واحد الكاس من تحت الكيسان حتى طيحت كل شيء و كلهم داروا عندها فشعلت العافية في الاسلهم وبقيت غير الكسوة الحمراء التي كانت تحته الصحفاء بدأوا يصوروا فيها والعينين كلهم عليها البارونا لم يعجبها هذا الشيء و أمرات لكي يخرجوها و قدرت تسرق منهم السارد الخزنة ولكن السنسلة هذا النهار كانت في العنق البارونا و هنا تزل الخطة الثانية كانت غالثة هي و البارونا كهدرو و افتحت طبصيل العشاء و لقيت فيه الفيران البارونات خلعت و بدأت الفوضى ستيلة استغلت هذا الشيء و سرقت لها السنسلة من العنقها و لاحتل كلبها لكي يهرب بها ولكن البارونات رأيته و حرشت عليه كلابها بوحدة سفارة و غير سمعتها ستيلة تفكرت صوت الصفارة اللي سمعت نهار طاحت أموها من هدك العلوم و هنا عرفت بالليل كلب اللي طيحهمها حرشتهم البارونا و ما هي السبب في موتها فوسط هذه الروينات تهرب و رأيت كلب ديال البارونات اخذت السنسلة و كلها فش رجعت للدار لحقت ديالها زاد كبر و بغت تنتاقم منها صاحبها سيعونها في هذا الشي و أول شيء بدأوا بها هي شفروا الكلاب ديال البارونات لكي تقدر ترجع منهم السنسلة و هنا عرفت باللي الصحفية اللي كانت في الحفلة هذه الليلة هي صاحبتها القديمة من أيام المدراسة فمشيت لعندها و عرضت عليها لكي يشهرواها و حتى هم سيستفدمت الشهرة ديالها ستيلة و لانجولو كرويلا جابت اللي سيعونها و يبقى يخيط له التصاميم اللي ستصوب لرأسها و هنا بدأت كرويلا في الخطة الكبيرة ديالها و بدأت تابعة البارونات في الممشات تسرق منها الأضواء و حتى التصاميم و صاحبتها الصحفية دايرة خدمتها و تتصور و تنشر تصاور بطريقتها حتى تشهرات كرويلا في الجرنالات و المجللات و هذا كله و ما زال البارونات معاقص بشكون هذه اللي بدأت تأخذ بلاستها و ما زال لسقف التصاميم ستيلة حيث هم اللي يعجبوها هي طلبات منها تصمم لها واحد الكسوة ستلبسها في العرض الجاية اللي ستدير ستيلة بدأت تصوب فيها و غير سالة الزين ديالها كل شيء تصدم فيها و هذا اللي لنيت دخلوه صاحب ستيلة المعمل و رونوها لكي البارونات يحسب لها بل شيء يريد يسرق التصاميم و هكذا تشكيلها كلها و اضعتها في خزنة كبيرة حتى النهار العرض اللي غير وصل و الصلاة المساعدة لها بشد ستيلة و يحبسها حتى يسالي العرض حيث كاتب اللي هي نفسها كرويلة و يذهبوا لكي يفتحوا الخزنة و لم يقدروا فجابوا اللي يهرسها و غير تفتح الباب خرج منه بثاف ديال الفراشات هجموا عليهم و هربوا كل شيء من ثمه هذه الفراشات جاءوا من الكسوة الرئيس اللي صوبت ستيلة حيث زوقتها بالبيت ديال الفراشات ففقصوا و كانوا يتسنوا غير الباب يتفتحوا لكي يخرجوا من بعد ما خسروا تشكيلها كلها و الضياف و غير خرجوا القوحفل اللي كانت دايرها كرويلة و قدمت فيها قاعد تصاميم ديالها و كانت اللبسة الرئيسية ديالها هي كسوة من الجلد يشبه جلد الكلاب ديال بارونا اللي غير شافتها حسب ليها انها قتلات كلابها و لبسات جلدهم تماجا و البوليس و كل شيء تفرتك هنا البارونا شافت هوريس الصديق ديال ستيلة اللي كان جاء عندها الورشة و جاب لي هد زين ديال الكسوة او البيض اللي حضت في الكسوة كرويلة رجعت للدار و هي فرحانة حيث ربحتها و لكن لقات البارونا سبقاتها و حبسات صحابها و بهاكا ستكون عرفات بالليستيلة هي نيت كرويلة ربطتها حتى هي و قلت لي ها مستحيل شي يغلبني و دابا سنحرقك هنا و صحابك اللي سيدخلوا للحبس حيث هما اللي سيكونوا حرقوك البارونا نفدت الخطة ديالها و شعلت العافية و خلاتها وسطها البوليس جاءوا و خدها و صحابها بتهمت انهم شعلوا العافية ستيلة غيبات وسط العافية و قد تنلموت ديالها و كل شي كتب عليها باللي ماتت و لكن غير كتفتح عينيها كتلقى رأسها في واحد الدار هنا جاء عندها جون الخدام ديال بارونا هو اللي قدر يعتقها و يجيبها لداره و أعطاها السنسلة ديالها اللي كان فيها ساروت صغير ديال واحد الصندوقه غير فتحتها لقات فيها وراق كيتبتوب اللي هي بنت بارونا جون عاود ليها على القيصة من الأول و كيف بارونا ما كانت حاملة ولد قاع و فش حملات ما قدرت تطيحك حيث كانت بغاية تأخذ الورد من رجلها و غير والداتك أعطيتك لي و قالت لي نرميك أو نقتلك أو شيئا أنا ما قدرت ندير فيك شيئا خيبة و بنت لي الخدامة أعطيتك ليها فهربات وهي اللي رباتك و بغاتك بحال بنتها و فش قالوا لباباك بالليمتي شد الفراش و مات ستيلا زادت كرهات بارونا كثيرا و كثيرا و باين ما قدرت منها بارونا هذه المرة فتنكرت و اخذت واحد الكاميو و مشات الكوميسارية في المشدودين صحابها دخلت فيها و هرثت لهم كل شيء و صيفتت سارد الباب مع كلبهم الصغير فقدروا يخرجوا و يهربوا بارونا وصلت هذه الخبار بالليم يجدوا ستيلا و فكرات بالليممكن تكون مازالة عايشة كرويلا طلبت اسمحها من صحابها علموا عملتها معهم مؤخرا و داروا خطة باينتقموا من البارونا و سيعاونهم جون و الخياط ستيلا البارونا كانت منطمة واحد الحفلة و ثاني و جون قدر يعرف العناوين الضياف كلهم و سيفطوا لهم كلهم اللبس اللي سيلبسوا نهار الحفلة على اساس ان البارونا اللي سيفطتوا لهم و بغاتهم يلبسوه نهار الحفلة وصلت ذلك النهار و البارونا وصلت العساسة باين يجعلوا حتى واحدة دخليلة نشعرها نسوك بحلون الصوب يض و لكن المفاجأة كانت في شكل حيث قاعد المعروضين لبسوا نفس اللبس و كلهم دايرين شعرهم بنفس الشكل شعر ستيلا و هكا قدرت الدخل بلا مشاكل دهزت من حد البارونا و سرقت منها الصفارات الكلاب و مشات بدلت حويجها ورجعت ستيلا اللي كعرفها كل شيء طلعت الجردة تسطح و صفارات على الكلاب اللي غير سمعوها تبعو الصوت البارونا جات معهم و هنا شافت ستيلا ووقفة في نفس البلاصدية في هذه الليلة تلقات عليها الكلاب لكي يعودوا نفس السيناريا و ضمها و يقتلوها و لكن ستيلا قدرت تحكم فيهم و توقفهم حيث تبقى معها مدة طويلة فش كانت تسرقاهم و أولفوها المجموعة الكرويلا بدأوا يخرجوا في الضياف من الدار و طلعوهم من السطح ستيلا جبدأت السنسلة و وراتها السارود الصندوقه و قلت لي هارها عرفت الحقيقة كلها و عرفت من اللي هي بنتها البارونا ما عرفت ما تدير و فكرت لكي تلعب على لتعنقها و دفعتها من ذلك العلو كله بلا ما تحس بلي كل شيء كان حاضيها و يشوف حتى بدأت الناس كتغوت جاءوا البوليس و الدوها بتهمة القتل العمد و الصحافة كتصور فيها و لكن ستيلا كانت موجدة لهذا الشيء و عرفتها ستدفعها من ثم بشي طريقة فقدرت اجبت الباراشيت اللي كان مفصل مع حويجها و اعتقات رأسها و في البلاسة بدلت حويجها في حويج كرويلا ورجعت للحفلة التي ردتها ديالها هي والقصر حيث قبل من هذا الشيء كله اخذت ستيلا الورقة الملكية بحكم هي بنت مولدك كله و هي الوالدة الوحيدة له و اكتباته في سميث واحد البنت سميث كرويلا التي هي شخصيتها الثانية هذا الشيء إلى مدت ستيلا الذي في هذه الليلة قانونيا ستيلا ميتا و هي قدرت تنتقم منها و ترجع حقمها و في التالي عاشت بالشخصية التي تفرض عليها تحيدها و هنا تسالة الفيلم ديالنا و نتمنى الملخص يكون عجبكم و لا تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا و ديروا اشتراك في القناة و فعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية تلاو و نتلاقوا في الفيديو الجاي